ده يا جماعة على طول يعني تغيير في النمط السلوكي تغيير في البنية الاجتماعية اللي في مصر عايش البني آدم كويس عمره ما يتجه للجريمة عمره ما يتجه للمخدرات لهذا مشروع العشويات ده كان على رأس أجندة أولويات الرئيس أنا أتذكر أنه ده أول مشروع اشتغل عليه في خمط الرئيس فور توليه في الملف الداخلي غير الملف الخارجي دي قصة تانية وهنبقى نتكلم عليها في حينها يعني بص الأمم المتحدة بتقول إيه بقى بتقول لك مصر ضمن أفضل الدول فيه انخفاض نسبة سكان العشويات من إجمالي سكان الحضر سنة عشرين اتنين وعشرين هم مصنفينها يعني قال لك مثلا الأخضر الغامق ده ميت نقطة وقال لك التمانين لحد تسعين آسف التسعين لحد مية الأخضر الفاتح وبعدين فيه أخضر افتح منه بقى اللي هو من ثمانين لتسعين أنا فين أنا هو مصر منورة بأهلها شوف أنا فين بقى أنا حاصل على خمسة وتسعين وتسعة من عشرة نقطة سنة كام سنة سنة أقول معي 2014 جت بعد كده في الأخضر الغامق وصلت الفين سنة اتنين وعشرين تسعة وتسعين لقطة يعني أنا خفضت نسبة سكان العشويات من إجمالي سكان الحضر زي زي مين زي دول الاتحاد الأوروبي زي زي مين زي الولايات المتحدة الأمريكية زي مين كمان زي كندا زي مين كمان زي استراليا فقد إيه من ألفين ألفين وخمسة ألفين كنت كان بقى تلاتة وخمسين نقطة ألفين وخمسة خمسة وستين نقطة ألفين وعشرة تلاتة وتمانين نقطة تعالي على ألفين واربعد عشر قفزة وانت عندك أحداث سياسية جللة قفزة وانت عندك حربة على الإرهاب كان ممكن الدولة تعمل إيه تفرغ كل طاقتها للحربة على الإرهاب بس الدولة كانت مستوعبة جدا أنه الحربة على الإرهاب لا تقل فيه أو بالأدق أو تطوير العشوائيات لا تقل فيه أهميتها عن الحرب الإرهاب فهذه قنبلة موقوت وهذه قنبلة تفجرت بالفعل يعني اللي حصل أنه هذا الإرهاب هو القنبلة التي انفجرت أما العشوائيات فهي القابلة للانفجار وقتها في القريب إذا نشتغلت على إيه تجفيف منابع الإرهاب طب إزاي بتغيير البنية الاجتماعية النمط السلوكي عيش الناس صح خلي الناس تكسب مظبوط خلي الناس تتعلم خلي الناس تلعب رياضة خلي الناس تروح أسر الثقافة خلي الناس تشوف مساحة خضرة خلي الناس تحس بخصوصيتها يا راجل يا راجل اللي حد فيكو شاف عشوائيات قبل 2014 عارف الوضع كان سيء إلى أي مدى وضع يكسف يكسف فعلا يكسف مش يكسف بس قدام العالم يكسف بالضبط هيا دي